ومشاهدين هسا ويانا مهندسة الديكور نانسي فريدون حتى اليوم تنطينا أفكار حلوة طيف لمسات على ديكور البيت للناس اللي بعدهم مو مجهزين شي لديكور هذه المناسبة اللي هي رأس السنة يسحة صباحة شو نانسي؟ صباحة خير نورتين شكراً كل عام وتيك خير وانتو بألف خير إن شاء الله ينعاد على الجميع من الصحة والسلامة وشكراً على استضافة مقدمة أكيد وإحنا سعيدين جداً بوجودت اليوم ويانا خائدة وخاصة الأمهات المشاهدات اللي تتابعونا حابين أيضاً يتعرفون من خلال التصاميم المميزة اللي تخص رأس السنة ولكن قبل ما نبدأ بالإيجابيات التصميم في رأس السنة خلينا نحكي على السلبيات اللي ممكن يرتكبوها والأغلاط اللي ممكن يرتكبوها بتصميم رأس السنة شو هي الشغلات اللي مثلاً صار موديلها قديم ما يصير يسووها أو الشغلات اللي ممكن يسووها بعدهم ولكن هي غير صحيحة أو مثلاً المكان حسب المكان حسب الديزاين حسب الألوان أنت يعود إشرحينك هو بالنسبة كديكور نحن سجرة الكريسمس ما بها شيء كل شيء سلبي أو كل شيء إيجابي بس أكوفت ظاهرة طلعت بالسنوات الأخيرة أنه نسميها الـ يعني بدأوا يبالغون بالديكوريشن مالتها يعني بدأت الكريسمس تفقد الروح الأصلية مالتها هو مو غلط هو مو غلط خاصة إحنا كأنتيريير ديزاين هي أذواق يعني أنا أحب هذا الديزاين أو أحطها داخل البيت كيف حصلت بيضة داخل البيت صحيح فهذه واحدة من السلبيات يعني الابتعاد عن روحه بدأ يفقد روح الكريسمس صحيح أكوناش على أساس يعني أنه هم بدي يسويها حسب لون البيت مثلا أنه إذا الفرش أبيض الأساث أبيض هم أيضا يختارون الشجرة تكون بيضة تماما أو مثلا إذا البيت وردي أو صاحبة البيت تحب اللون الوردي فتقوم تسوي شجرة كلها وردي والزوج والأطفال ما ومهم ريون نحن نرجع لنفس البيت أنه هي بالأخير أذواق صحيح يكون هدايا حقيقية فقط مغلفة أو بها إضاءة هيتشي مضوية أو مثلا هذا رجل الثلج أو الغزالة أو الضب الأبيض فصار أكو إضافات هواية غير الشجرة ممكن يخلينا نشعر بجو الكريسمس فشم هو برأيك أنت كمصممة ديكور داخلي شم هو المكان المناسب اللي ينحط بالشجرة أو مواد الكريسمس خاصة مرات البيت يكون لون كل شي مختلف عن لون الشجرة اللي هم جاي بيها يعني ممكن البيت ما يكون بيها لون أحمر أصلا صح هذه النقطة الثانية تعتمد على التصميم هو الوردي البيت مالتهم يعني هي كفكرة عامة أنا أخلي شجرة بالمكان اللي راح تتجمع بي العائلة أو أكثر فضاء معايشي هم يستخدموه هم حيلتمون بي أو أكثر يعني كورنر عندي هو ولكمين يستقبل الناس يعني ذول أكثر مكانين يفضل أن تتخلى بهم الشجرة صحيح وممكن أنا كشخصي بسنة من السنوات ما نصبت الشجرة سويت كريسمس كورنر كان كورنر كامل من الشموع والبابا نوي سانتا كلوز والغزار ما سويت شجرة صحيح يعني هاي الفكرة مسا كل إجدار جا أكو يزينون الانترانس أكو يزينون داينينج روم ميزة الطعام فهوية أفكار تشروح لكريسمس نعم أكو زينون كل مكان مثل زميلتي كريستينا طبعا مكانها خالي بس هي يعني مزينة البيت كله ومن بقية زاوية واحدة بدون تزيين يعني ودايما عادها الطفل همينة فهي وأيام رأس السنة يعني دقول لجيبون أطفالكم يا من البيت لأنه تكونوا زينا البيت كله أشياء رأس السنة ماشي أيضا رحي أسألت عن موضوع أنه ضروري وجود الشجرة بالبيت لو ممكن نسويها بدون أي شجرة بس في الموالب الثانية اللي تخص الكريسمس مثل بابا نويل وما اللي حتشيناها يعني هو يفضل أنه يكون عندي شجرة بأبسط طريقة يعني قبل قبل أنا أذكر قبل إحنا ما كان عندنا هذه الشجرة إحنا كنا نجيب شجرة السنوبر الطبيعية وهي ستل لليوم هي روحة أحلى من هاي الشجرة صحيح وتزيين بطريقة يعني باي ذوي أنت ممكن تحصين على الشجرة شجرة السنوبر الطبيعية وياه لايتينج سنلايت لايتينج هذا حينطيش إفاكت كلش حلو للكريسوس يعني بأبسط الطرق وبأبسط الأسعار صحيح بس إن كيس أنا ما رح أسوي الشجرة فمثل ما قلت لك ممكن المدخل ما البيت أزينا بطريقة مثلا أكو يكون هذا الكنسول الصغير ممكن علي يكون الشمع أو القطعة مال ميري كريسمس والديت مال راس السنة يصير فتكون نرخاص بالكريسمس للناس اللي ما حابة تسوي يعني كريسمس هذا اللي هم يصي لنيو يير مو بس لكريسمس فعلا هماشي أكو هواي ناس يعتمدون على الإضاءة هاي النشرات واللشرات اللي على شكل نجوم وعلى شكل ثلج أنت شو رئيش بهذا يعني يعتمدون عليها فقط أنه هو يبين أنه هما بيحتفلون برأس السنة هم طريقة مو غلط هم طريقة هي اللايتنج جزء يلعب كل شي مهم يعني مو بس للكريسمس بأي ديكوريشن بالدنيا باي انتيرير ديزاين انتي ما تقدرين انتطين الافكتس الالتريدي هيدا ما عندك اللايتنج يعني اللايتنج واحدة هو فن التلاعب بانطيج غير روح صحيح 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 حتى شجرت رأس السنة يعني شو فيش قد يكون بيها ألوان هاي بس احنا بدون الإضاءة ما نقدر نخليها بدون النشرات نعم ماشي راح اسألك سؤال بما انه انتي داسة تصميم داخلي وايضا حابة يعني اسألك هو نفسي نوعا ما السؤال ايضا يعني برأيج ضروري الناس تسوي شي برأس السنة يعني تصميم بسيط حتى يحسون انه اكو شي جديد جاي بالطريق سنة جديدة لو ماكوا داعي لانه اكو ناس مثلا ما يسوون اي اجواء مميزة ببيتهم انا شخصيا معا انه نسوي هالاجواء يعني هي دا تخلص سنة مساوها وبإيجابياتها ودا نستقبل سنة فحلو انه تسوي مفيد شي بوزيتف على موديش يعني انه تبدي مفيد بداية حلوة على موديش بعيدا من على مودي الناس مو مكلفة اضيف روح حلوة على البيت ممكن انتي عند شهر كامل احنا نبدي من واحد ديسمبر او قبلها فممكن احنا عدنا هاي الفترة كلها انتي عندش فد روح خلق تروح حلوة بالبيت هي بالجانب الإيجابي فليش لا صحيح طبعا هو من تحضغيها كلش حلو الشجرة والهاية بس ما تشيليها مشكلة هنا تبدأ المشكلة حساني دا فكر بها الموضوع حساني طبعا هويه ناسう اى انه ليسوا يعونه من شكله حلو لليوم تمام بس pull i'm a day done mystical بس اليوم اللي تريدون اطلعوها طرق تركيب يعني يشيلوها عن باعث و لا تشيلوها بالكارت او روح انتي شوية أحشين pani cam ماذا نحافظ عليها للسنة الجديدة؟ كلما خزنتها بطريقة أصحى كلما تضع بلش سهلتي على تشغل السنة الجاية يعني هذه الشجرات معروفة كلنا إذا لدينا أشجار في البيت هي بها لابلز يعني بها ألوان الأغصان مثلا الدارك بلو لايت بلو بعدين يجيش للغرين وكذا فأني اليوم إذا شلتها كلها خربطتها هذا تعب هو بس إلي حيجي سنة جاية الحجم أيضا بها فرق الحجم بالضبط وهي سيركلز واحدة أصغر من اللق أنا شخصيا من أشيلها أشيلها كلنا عزلة واحدة بحيث من نصبتها هما طلعوا واحدة وراء اللق وبديت أخزنهم بالتسلسل هما أنا من أحتاجت أحطه هما طلعوا بالتسلسل ما أحتاجت أفرزنهم وأرجع أنصبهم فشويا نتعب بالتخزين هم حافظنا على شيء إحنا مشتري نستفيد مننا السنة الجاية وهم قللنا جهودنا للموسم الجاية حلو زي الناسي شنو هي المناسبات اللي أنت تحسين أيضا يحتاج لها أجواء مميزة يحتاج لها طابع مميز يعني مثلا الكريسمس دائما نحن نعرف رأس السنة والسنة الجديدة فإحنا نحضر الأشجار وحتى بالمحلات وبالشارع نشوف الأحمر والذهب مسيطرة على كل الشوارع فالمناسبات الثانية اللي تحسين أنه أيضا لازم يكون أكو اهتمام بها ولازم احنا نحس بأجواءها شنو هي؟ احنا كطائفة مسيحية كالمسيحين عدنا الإيستر اللي يكون يصادف بأيبرل عادة هالسنا مصادف آخر يوم شهر مارت يعني عنده غير طابع تماما نبدأ نستخدم الريش الملون تبدأ الألوان البيض الملون يعني الدليل ما تموسا نتكوص عدنا الأرنب حيب يكون الأرنب والسلات البيض وهم عندنا بيه شجرة يعني وما شاء الله بالسنات الأخيرة بدأوا يبدعون بالشجرة مع البيض وهم أكو الطبيعي اللي يسويها طبيعي وأكو الحاضر اللي ينشرها مثل شجرة الخريسنس صحيح هاي الأشجار تكون الصناعية مو ويحطوا ويعلقون عليها البيض بي أكو ناش تسوي طبيعي يعني أنا مرة من السنات تسوي الطبيعي كان أكو جذع يابس ورشيتها بالذهبي وزيناها بهم كان بيض طبيعي وأكو لا أكو جاهز صحيح وهم بيهال سيستم مال لايتين يعني نفس الأفكار صحيح حلو أيضا أنت يعني كمسمة داخلية ممكن يجيش طلب من قبل شخص من الطائفة المسلمة يريد للرمضان مثلا يسوي أجواء مميزة صحيح فشنو هي النصائح مثلا تطيها مثلا تقولين أنه شي سوي هل فعلا شهر رمضان أيضا تحتاج لأجواء مميزة أنه دائما تجي لماات عائلية يومية تقريبا تكون موجودة صحيح فهم تهتمين بهذا الموضوع تشوفين أنه شنو الشغلات اللي يراد لأهتمام شنو الشي اللي ممكن نضيفه لبيتنا حتى يطي نكهة رمضان أنا مساهمة ويا صديقاتي قبل يسوون كورنر رمضاني بالبيت وقبل شنت أشتغل في مجال ما همنا أشتغلنا بخيم رمضانية يعني بداخلها بهذه التفاصيل كلش الفوانيس الهلال طريقة تقديم الأكل حتى البوفيشون يكون فإيه يعني أتوقع هذه المناسبة كلش مهمة والكل صار يحتفل بيها صحيح وأني أشجع عليها لأنه حلو أنت هالشهر كلهم ضيفة هاي الروح بالبيت يعني الأهل البيت للناس الجايين فحلو الاهتمام بيش تخاصي نحن بزمن المواقع التواصل الاجتماعي فاكوا اهتمام بالصور وأنه يعرضون أنه هم أيضاً بيحتفلون بهذا الشي وطبعاً أكوا أيضاً أنه يباعون على غيرهم ويحبون أمهمين يحيشون هاي الأجواء شكراً لشناسي طبعاً كلشنا سعيدين بوجودت وكل المعلومات اللي انتغطينا إياها بصراحة جداً استفادت من عجل